والجيوب الأنفية حساسية الأنف هو تفاعل زي ما قلنا ما بين الأخشية المخطية بتاعة الأنف وما بين العامل الخارجي اللي احنا قلناه المؤسرات والروايح النفاذة عمتا يعني هذا التفاعل قد يؤدي إلى تضخم أو إلى انغلاق في منطقة الأنف وسادة كامل في منطقة الأنف وبالتالي نرجع للجيوب الأنفية اللي فرق بينها وبين الجيوب الأنفية قبل بس منقول الفرق بوضوح نقول إن ما هي جيوب الأنفية يعني اسمه جيب يعني ايه جيب الجيوب الأنفية دي عبارة عن تجويف في عظام الجمجمة عمتا التجويف دي بتتواجد في أكتر من مكان يمكن شايفينها على الشاشة إنه بتبقى متواجدة تحت العين وفوق العين وفي زوايا العين وفي خلف العين ده تجويف التجويف ده المفروض إنه فاضي التجويف ده المفروض إنه فيه هوى طبيعي طيب لو هذا الهوى ما طلعش من الأنف أو إذا كانت هذه التجويف امتلقت بسائل أو بإفرازات صديدية أو بمخاط أو أو ده بيؤدي إلى إنه يحصل سدد في الجيوب الأنفية بالتالي بيدي أعراض بقى الجيوب الأنفية ما بقيتش حساسية لا ده الحساسية قدت زي ما حضرتك قلت إلى التهاب في الجيوب الأنفية إلى تجوّن صديدي في الجيوب الأنفية إلى صداع إلى انسداد في الأنف إلى وجود مخاط مش نقي مش أبيض عادة ده مائل الإسفرار أو الإخضرار يبتدي ينزل في الزور يبتدي ينزل في الحال يبتدي ينزل في الصدر ويعمل بقى المشاكل المتعددة للجيوب الأنفية وإحنا عطينا الحساسية نحط جنبها نزلت البرد إيه الفرق برضو بين الحساسية حساسية الأنف ونزلت البرد طبعا السؤال ده سؤال تاريخي لأنه يعني الفرق مهم جدا ببساطة جدا من غير الدكتور المريض يعرف نفسه الأنفلونزا أو دور البرده هو عبارة عن دور فيروسي معدي حضرتك يجي لك دور برض ده فيروس الأنفلونزا أو البارا أنفلونزا ده بيجي بيدي نفس الأعراض وده معدي هذا الدور بيدي رشح وعطس وممكن يدي حرارة واحتقام في منطقة الأنف وكوحة والكلام ده كله من ثلاثة يام لخمسة يام لأن دي دورة الطبيعية بتاعة الفيروس في الجسم أي أعراض تتعدى الأسبوع أو الخمس أو ستة يام اللي هم بتوع الفيروس ما بقاش دور الأنفلونزا ببساطة يجي عيان يقولك أنا عندي برد بقى لي ثلاثة شهر طبعاً فيش حاسمها برد ثلاثة شهر لأنه أصلاً فيش حاسمها فيروس يقعد في جسمك ثلاثة شهر ففيروس الأنفلونزا أو البارا أنفلونزا أو اليد دي دور البرد العادي أو الكمون أنفلونزا اللي احنا بنقول عليها ده أخره من ثلاثة لست يام عادة كده أكتر من ست يام ما بقيتش ألف ورد يبقى فيه حاجة تانية لازم تدور على المشكلة الأساسية طبعاً